سباح الخير عشنا وقطعنا بظروف صعبة وقاسية وكنا كل يوم عم نشهد على تطورات جديدة يمكن الحياة ما رحمتنا بس نحن كلبنانيين منعرف كيف نوقف وكيف نواجه هالتحديات الصعبة نحن شعب علم العالم كيف يخلق أمل من قلب المعاناة وكيف يحول أصعب الأوقات لفرصة للنهوض من جديد بهالوقت الصعب لازم دايما نتذكر أن القوة ما بتجي من الظروف إنما القوة بتجي من إرادتنا ومن إيماننا أنه لبنان رح يرجع مثل ما كان وإن شاء الله يا رب يرجع كل لحظة أمل كل حركة خير وكل صمود هو رسالة للعالم ودلالة أنه لبنان باقي 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 وشعبه أقوى من أي أزمة خليكن معنا اليوم تتابعوا فقرتنا يلي بتحكي عن التكنولوجيا والتحول الرقمي مثل العادة اليوم مواضيع كتير بتتعلق بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المعلومات ورصد أيضا المواقع عبر إسرائيل مع ضيفة الزميل الصديق رودي شوشاني صباح الخير وحلو الهواء اليوم اشتقنا نرجع على هذا الوضع وكلمتك عن جد رائعة بهالوضع نحن إن شاء الله نروح على سلام كامل إن شاء الله إن شاء الله بدنا نحكي كتير اليوم عن الذكاء الاصطناعي بدأت جرب قدمة فينا نركز على الإيجابيات سبق وقطعنا بكتير السلبيات ومعاناة وما بدنا اليوم بدنا نحكي شوي عن التكنولوجيا وكيفية استخدام هالدول مش بس إسرائيل بدنا نحكي عامة عن عامة الدول كيف بتقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي للحروب اليوم بدنا نبلش ننطلق من لبنان نشوف شو عم بيصير بالعالم ونحن عشناها دغري يعني كأجزامبل موجود شفنا الطرق البشعة اللي اليوم نحن عشناها هالأزف أما هالكزائف اللي راحت شمال ويمين منها زكية منها مش زكية بس هالدول كلهم مبنى على معلومات الزكاء الاصطناعي اليوم شفنا تقدم كتير كبير بس هو منه بس مبلش من سنتين بلش أكتر من هيك اليوم كدولة إسرائيل أما كدول العالم بس إسرائيل بالخاص عنده برامج من لفندر لدادي عندهم برنامج لسوق الحظ مسمينه باسم الإنجيل اللي يعني بيفتحوا تلاقوا الاسم الضحية التالية عبر مبنى كله عم بيستعمل بيانات هلأ هون السؤال شو هي هالبيانات اليوم وقت تفوت اليوم أنت في التعالي متي في متل ما شفنا الصباح فايس ريكوجنشن صحيح هل يغطرن هون سيكيور؟ أكيد سيكيور بس بالإنترنت نحن عم نعطي كل هالمعلومات ببلاش يعني اليوم وقتاً سيخر مجرد ما حامل هذا الموبايل أنا كله عم بعطي معلوماتي ببلاش موقعي صوتي شكلي صورتي تصرفاتي عم بعطيهم ببلاش وهي دي المشكل إذا بدنا الأساسي نرجع من فوت بالهواتف كهاتف نقال كهاتف معلومات الشركة الاتصالات وغيرها 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 يعني كيف ما نبرم نحن عم نعطي معلوماتنا شمال ويمين وهني شو شغلتهم صارت اليوم عبر الزكاة الصناعية نجمع هالمعلومات الكبرى أما البيك داتا أما البيانات الكبيرة لها يقدروا يعملوا مننا قرارات يعني اللي عم بفهمهم من حضرتك إنه عبر التكنولوجيا قادرة الدول اللي هي بدأت شن حروب تكون عم تستخدم التكنولوجيا لتحسين دقة عملياتها العسكرية صح مية بالمية اليوم بلشنا بالموبايل بلشنا بالسوشال ميديا اليوم حتى بالتجسس صار فيه كمان نزلوا ناس على الأرض تعملوا سكان لمناطق معينة عبر التكنولوجيا تبعهم تعملوا سنفين ويقدروا ياخدوا معلومات أكبر اليوم الواي فاي بحد زيتها هي أداة صار فيها تجمع معلومات يعني هيدا الموضم اللي عنا بالبيت يمكن تبعى أجيره أما يمكن غير شركات هيدولي إذا ما بنعملهم أبدايت وغيرهم هلي عم بيقدروا يعملون هاكينج ويقدروا يسيطروا علىهم تيسحبوا أكتر معلومات نعم أكمار إصطناعية سيارات ونحكي شوي عن الدرونز واجمع المعلومات وأهمهم اليوم هيدا كان كله قبل رحزة وجود الحرب صار فيه عندنا الدرونز صارت على الأرض نعم هون صارنا كمان عم تيجي هالقاعدة البيانات من كل هالمعلومات وشو هن جامعين بالماضي وهتزيدها لايف وهذا الحلو الحرب صارت لايف مباشرة أوكي قبل كانت الحرب ونضرب منجرب منشوف بنعمل يمكن هون يمكن من هون لا اليوم لأ صار فيه عندك أنت تقدر شوفها مباشرة وتلقم كل هالمعلومات عبر والدرونز شفناها الدرونز ابتداء من الحرب الروسية الأوكرانية وهلأ شفناها اليوم هي عم تاخد دور كتير أساسي بالحرب الإسرائيلية والديفايسز اللي عليها يعني كل كاميرا عليها هي جدا متقدمة إن كان إنفرارد إن كان سنسر إن كان هدي في فعالية ودقة بهالتقانيات هذه هلأ الفعالية كتير كبيرة عم بتكون accurate 100% مش بس الفعالية كتير كبيرة عم بيكون البس تابعهم إذا لتلاحظي أوقات نحن عنا نكتة أنه التلفزيون بيكون طالع حضرتك على التلفزيون في فرق ثلاث ثواني هني ثلاث 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 حتى اللي مش موجودة لأنه عم بيشتغلوا لايف بدون شفناها بوقتة صارت بجوني ملاحق عم بيشتغلوا لايف يعني بسفر فاصلة واحد ميلي سكند عم بيقدروا ياخدوا قرارات عليها هولي كلهم عم بيقدروا يعملوا هالبيانات عم بيقدروا يجمعوها يقدروا يعملوا التارجتنج تابعهم هلأ البيانات هي مظبوطة أما مش مظبوطة هوني عندهم البرامج تتعمل هالكلاسيفيكيشن أما تحطهم بخانة الهدف أما لأ وهي دي المشكلة الكبرى أنه بحالة الحرب حسب التقارير وحسب الإحساءات مش الإحساءات التسريبات الداخلية من صفحة 972 تبع إسرائيل وبعض الناس اللي عطوا بسمون وسل بلوورز قالوا أنه اليوم تنقدر نحن نحط شخص على ليستة التارجت صارتخذنا 30 ثانية تنأكد أنه هذا شخص موجود قبل كانت تأخفي بروتوكولات في قصص معينة تمشي اليوم بطلت هذا الموجود أنت بحالة حرب وهون بيصير الخطأ الأكبر وانت تسلم الالجوريثم بحد ذاته هو ياخد قرار هني عشو عم بيوقفوا هلأ بتسمعوا آه هيده مرة لا منه تارجت آه هيده رجال حطوا تارجت طب لأ وين البريفيكيشن البقية اللي صارت البروتوكول اللي بيمشي هل أنت بدأت تأكد هيده أما لا هولي بالحوق طلع حرب صارت بدي أقلك هل في خطر على المدنيين وقتا يرسدوا يعني أنا ما بدي أقلك هل في خطر أكيد في خطر لأنه سبق وقطعنا بهيك تجربة طب نحنا كيف قادرين نحمي حالنا كمدنيين إذا كنا موجودين حد لكي هيده موضوع أكتر ما رح نتنبأ ونقول هلأ في غارة أو في دربة شغل دول أوكي هيده موضوع تنسيق هيده موضوع شغل الدول أنا أصد مش بس نحنا كلبنان نحن عنا دور كتير كبير كحكومة كجيش كعسكر كأخصائية ككذا بس كمان في أمم المتحدة لازم تحد لأنه أنت اليوم ما فيك تسلم الزكاء الإصطناعي كل شي ما في هيده أول شغلة ممنوعة اليوم لا هني سلموه موضوع الأنابل الزكية ومش أنابل الزكية اليوم وقت تطلق أنت مش زكية عم تشيل البنية عم تشيل تهدري الدني كلها ما فيها ناس ما بتعرف ما فرقاني معك أصلا صالح هيده الفرق اليوم هل ما فرقاني معي أنا لأنه الضحية طبعا أنا هني عم بيعملوا تارجت على شخص واحد بس يمكن فيه كاجولتي عشرة بحطوها دوم الكولاتر الدمج تبعهم هيدا هيدا هل هو ما خصوا بالزكية هو خصوا بصناعة القرار بالحروب بالحقوق الإنسان وغيرهم هو اللي لازم اليوم نحن نبدأ نشتغل عليه موضوع الأثيكس مزبوط نحطه لأن اليوم شفنا ما في حدود ما في حدود ما في قوانين ما في قوانين وهيدا الشغلة شغلة الدول يرجعوا يرسلوا ويرجعوا يمشوا القرارات العالمية لأنه إذا تركناها هيك نحن رايحين على خراب بكرا بيجي الروبوتس بكرا بيجي الروبوتس وطنمس روبوتس مع شوية سلاح بيصير بدل العسكر الأساسي بيصير يعني استخدام مئة بالمئة يعني استخدام ذكاء الاصطناعي من قبل الدول هو مش بس تهديد للمدنيين إنما أيضا تهديد لأمننا الوطني أكيد أكيد وشفناها نحنا مشان هيك الاختراقات اللي صارت نحن عم نشتغل يعني شخصيا أنا عم نشتغل مع الجيش مع الأركان على تدريبات لبعض القصص مثل هولي عم نشتغل مع الـ Counter Terrorism Act شخصيا عملنا نحن نزام توعي بلشنا من الأطفال للشباب لرايحين بعد لأبعد للأساتذي وغيرهم هذا بالشق المدني وفي عنا شق العسكري كمان في شغل عم بيشغل مع الاتحاد الأوروبي تقدر نحن نقدر نوصل لمحل الإجتماعي بس عن كفية استعمال هالإنترنت لأنه شو عم نولو شو عم نعطي داتا ونحن عصر حرب بما أننا حضرتك جبت تسير الجيش ونحن كمان عم نشتغل مع الماك لنزع الألغام وللتوعية كمان مطرح ما صار فيه انفجارات وضرب فيه ذخائر وفيه قنابل كمان بعد لم تنفجر في وعي أكيد كامل وكمبينز على سوشيال ميديا لنوع العالم أنه ما تتقرب على هالمناطق وما تتخدم أي أجسام مشبوهة أو شكلها مثل شكل الأنابل بالزكاء الاصطناعي فيه كمان شئ الإنساني أنت حكيت على هالموضوع حكينا نحن على الموضوع التاني فيه العامل الإنساني يا عم اليوم هاي دي منطقة حظر التجول صح بدون يوصلوا سوى العامل الإنساني هاليوم مستقوي مستفضعي في اللي هو بده يرجع على بيته شو ما كان السبب فيه قصص لأنه اليوم فيه أنابل غير متفجرة فيه ألغام غير متفجرة فيه كتير قصص اليوم واحد لازم ينتبه له الموخصم بالزكاء الاصطناعي وخصم فهم شوي أنه لا في منطقة حظر تجول في منطقة عسكر في منطقة أسلحة في منطقة خلينا شوي كمان للشعب اللبناني شوي روء معرف حابب يرجع يرجع بس يكون شوي منتبه وعي كفية روزي بحسب خبرتك بالتحول الرقمي هل في أي تقنيات أو أسليب مضادة معقول الدولة اللبنانية تكون عم تستخدمها لمواجهة هيك نوع من التكنولوجيا الـ AI بتحيرى بالـ AI اليوم لسألحظ بلبنان بعدنا نحن كتير بعاد من ميلة الأمن السبراني كعامة والأمن الوطني بموضوع الـ AI في بعض التجارب في بعض الأصص اللي عم بتصير أنا واعي عليها ببعض عند البوليس عند الكذا عند الإدارات عند الشبكة الأساسية تبعا اللي بتوصل كذا شبكة بالجيش بوزارة الدفاع بس بعضهم إذا بدنا كتير مستحية لأنه كمان عندنا مشكلة البيانات بالأساس لأنه بدك أنت الزكاة الإصطناعية بده بيانات والبيانات مش موجودة كافة نعم في محاولات بس برضو بعضها كتير ضعيفة بس لازم نشغل اليوم مثلا إذا مناخد كمان إسرائيل في عندها وحدة 8200 شغلتها وعملتها بس يجيبوا ناس من الجامعات ويتطورون عندهم ويعملوا نوع من ستارتاق عمينا هي بس للبيانات وهذه البيانات اللي عم بحاولوا يصيروا آخر شي تارجت بس هايدي شغلتها استخباراتية بتبلش بجامعات وبتنطلق من هناك رودة بدأ أختم معك بآخر سؤال واللي هو سؤال كتير مهم بيتعلق بالأعلام هل بي رأيك الأعلام اللبناني عم ينشر الوعي أو عنده قادر يوصل الصوت لهالشعب اللبناني لعنجد يعرف كيف يستخدم هالتكنولوجيا هل في الوعي الكافي؟ في مسؤولية أول شغلة على الأعلام اللبناني أنه يشتغل هذا الشغل شفنا كذا شغلة على الام تي في وغير شبكات عم بيجربوا يوعوا لازم يكون في بعض فعل أكبر لأنه اليوم مش بساعة معينة مش بوقت معين لازم يكون في فعل على الشاشة وبرات الشاشة وخارج الشاشة وبرامج تاني تقدروا يشتغلوا نحنا بشتكرك كأفراد عم نلعب نحن بأسبوط أنا وياك عم نجرب قدمة فينا والأصدقاء كمانا نحن بمجتمع عبر الجماعات الشركات كمجتمع مدني عم نجرب نشتغل مع الجماعات كثير لأنه بهمنا نحن شباب كتاع عام كتاع خاص الشباب الشباب لأنه شكرا لحضورك مشاهدينا فقرتي لليوم خلصة تنتروني كل نهار الجماعة بهذا الوقت بريك نرجع لكم